السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبة صف العاشر سعيد بتقديد اللقاء معكم اليوم في الحلقة التي هي ختام للمنهج ولكن إن شاء الله سيكون هناك حصة للمراجعة فمثل ما الملاحظين الحصة الماضية كانت تحول كفاة تحول الطاقة في الآلات أو من قسم إلى قسم آخر ونشكر الأستاذ عبدالله العبري على توضيح الحصة الماضية بطريقة سهلسة وسهلة واليوم إن شاء الله سأثبت المعلومات التي أخذتها سابقا مع إضافة لذلك سنأخذ الدرسين المتبقين معنا في نهاية هذا العام لهم سيكون كفاءة بعض الآلات الشائعة وكفاءة تحول الطاقة بالكائنات الحية التي اليوم إن شاء الله سنصلط الضوء في مسألة معرفة بعض الكفاءات كيف ممكن أن هذه الآلات أنها جزء من هذه الطاقة تذهب أو ضائعة أو متبددة وكذلك كيف ممكن الكائنات الحية هل فعلا الكائنات الحية مثل النباتات أو الإنسان يكون عندها كفاءة معينة أو كذا أو ممكن نحسبها اليوم إن شاء الله سنتعرف عليها خلال هذه الحصة مبدئيا أحب أو يعني أبدأ فيه لهو القانون دائما إحنا وخاصة ربما تكون في مادة الفيزي بشكل كبير القانون كثير ما يعمل مشكلة للطالب مع أني أرى أن القانون هو يسهل للطالب النص النثري أو كذا أو حاجة يعني فقرة معينة أو مفهوم معين ممكن أنك أنت تختصر في مفهوم معين على سبيل المثال الآن لو قاك على سبيل المثال سؤال ما هو مفهوم الكفاءة فمفهوم الكفاءة ممكن أنك فقط تكتب القانون وتبدأ تعبر عنه مع الاحتفاظ بالأشياء الأساسية في القانون لأنك في بعض الطلاب ممكن أن يعبر يفكر مسألة تعبير لا في بعض المصطلحات ضروري أن تذكرها في المفهوم وأيضا كذلك بعض المصطلحات ممكن أن تغيرها من وإلى فالكفاءة ماذا تعني هي مقدار الطاقة الكلية الداخلة تمام أو مقدار الطاقة الخارجة المفيدة مقسومة مثل مواضحة أمامك هذه قسمة على الطاقة الكلية الداخلة مضروبة في مئة بالمئة يعني كأنك تصف القانون بكل سهولة دائما القوانين يتعامل معها بهذه الطريقة خاصة الطلبة التي سيذهب إلى البحثة وأيضا الفيزياء أو الكيميا أيضا سيتعرض لكثير من القوانين وبالتالي هي سهولة أن تستنتجه بهذه الطريقة أيضا مسألة ترتيبك للمسألة يعني لما يكي قانون معين ما بالشرط أنك أنت تبدأ من اليمين تمام الله يجعلكم من أهل اليمين لكن اليسار نوعا ما بحكم أن نستخدم الـ 1 و 2 و 3 تمام نحن نأخذ القزئية على اليسار لتسهيل مسألة كتابتك للأرقام في بعض الطلاب فاهم القانون ويعوض ولكن وإن المشكلة المشكلة أن يعوض شيء بالعربي يعني كما نقول وشيء بالإنجليزي كما يسول هي الأرقام العربية أساسية والهندية كما يطلق عليه ولكن هذه الإشكالية تتراكم مع الطالب في صف العاشر ومن ثم يأخذها في الحادي عشر وآخر شيء لم يصير للثاني عشر خلاص تصير المسألة ونحن أن هناك تصحيح وأن الورقة ما يعمل للهسكان وإلى آخر فلازم ننتبه في المسألة هذه ونحن قريبين للاختبارات سواء كانت الـ Online على سبيل المثال أو التي تطلب مننا أحيانا أرفاق الإجابة أو حتى التحريرية أو الكتابية طيب نختصر هذا القانون هذا القانون على فكرة ما غريب عليك ليش؟ لأنك أنت درسته في صف التاسع اللي ربما ما تعرض طول بحكم القائحة ولكن هو موجود في صف التاسع المنهج القديم ليس المنهج المقسم لأفيزا وكيميا وحياة ولنما المنهج اللي قبل اللي أنتو درستوه طبعا الكفاءة ممكن نعوض عنها الكفاءة وتساوي الطاقة energy فأرمز لها بالرمز E السهل على نفس الوضع وهي الطاقة الخارجة يعني رح تكون out فأتوقع سهلة هذه تقسيم إيش لهي E وهذا تمثل N وهذا طبعا ضرب مئة بالمئة هذا النقطة جدا سهلة سهلة عليك مسألة أنك تعوض وتكتب الأرقام إلى آخر أيضا لازم تخلي في بالك وتستنتق هذا الشيء أنه لو عطاك مثلا طاقتين بس من دون ما يحدد من الداخل من الخارج أنت لازم تفهم منها دائما دائما الطاقة الكلية الداخلة ستكون أكبر من الطاقة الخارجة وهذا شيء طبيعي لأنه لو كانت يعني إذا افترضنا الطاقة الخارجة أكبر من الطاقة الكلية فمعناها ستحصل للنسبة أكثر من الماء وهذا غير صحيح لأنك أنت تحسبها من الماء تمام وأيضا سنلاحظ هل جميع الأجهزة فيه جهاز يشتغل مئة بالمئة لا يوجد جهاز علميا أو عمليا أن يشتغل مئة بالمئة لا يوجد وإنما ممكن أن نطلق عليه جهاز مثالي يعني مش واقعي بس مثالي ندرسه وإن شاء الله ستتعرض إلى جزئيات أخرى في المراحل أو الصفوف القادمة عن المحول المثالي أيضا عن الغاز المثالي هذه أشيار ستتعرض لها إن شاء الله بذن الله تعالى مستقبلا إذن وضحنا الآن القانون وثبتنا المعلومة من ناحية القانون إذن إنت خلاص التزم سواء كنت كتبتها بطريقة اللي أنا وضحتها لك أو كتبتها بطريقة المعتادة الموجودة معك في الكتاب طيب نشوفه الآن اللي هو مثال لاحظ هذا المثال في الشكل ممكن أنت تستصعب الشكل لكن لو تأخذ السؤال وحدة وحدة رح تشوفه لدينا السؤال سهل جدا لدى طالب لعبة كما في الشكل إذا علمت أنه يحرق الصندوق 0.5 اللي هو كتلة الصندوق من دون ما يذكر لك كتلة فأنت لازم تفهم إيش الوحدة اللي يعطنك إذن يعطنك لهو 0.5 كيلو جرام من A إلى B حلو حتى يصل أو تصل اللي هي الكرة أحيانا يعطيك مثال في الاختبار عوضا يعطيك الصندوق يعطيك كل اللي هي كرة اللي هي كذا في اختلاف اللي هي العبارة يصل أو تصل إلى B بطاقة حركية مقدارها 8 جول بدا يوضح لك الطاقة الخارجة بكفاءة تصل إلى 80% بالنسبة لهذه اللعبة أوجد ارتفاع الصندوق لم يقول أن أوجد اللي هي الطاقة الداخلة أو يذكر لك أن الطاقة الخارجة ولكن واضح من الشكل أمامك أن الطاقة أهم نقطة أنك أنت توضح الطاقة الخارجة والطاقة إيش الداخلة في عدنا الطاقة الداخلة الكلية طبعا راح تكون إيش اللي هي E G اللي هي طاقة الوضع التثاقلية وأيضا في المقابل راح تكون عدنا الطاقة الخارجة اللي هي من E K فقط أنت تعاوض في القانون مبدئيا راح نكتب القانون الكفاءة ضروري أستاذ نكتب القانون ضروري ضروري نكتب القانون وأنا اختصرت لك بطريقة يعني إذن اللي هي بتكون N EN على أو اللي هي E OUT على EN ضرب 100% فقط مجرد أنك تعاوض لأنه يعطيك الكفاءة فالكفاءة هنا تساوي 80% تقسيم إيش ال E OUT اللي هي 8 جول تمام تقسيم إيش اللي هو EN اللي هي الطاقة الداخلة اللي هي هذا نقصد بها اللي هي الطاقة الداخلة ضرب إيش 100% طيب هنا وحدة من النقاط أيضا الطالب يبدأ يشتت نفسه في هذه النقطة هل أستخدم المية ولا ما أستخدم المية أنا أختصر لك الموضوع اشطب هذه العلامة وخلاص أنت انتهت الموضوع أو أنك تفهم 80% يعني 80 تقسيم مع النسيان أنه موجود في القانون 100% لكن لا ضرورة نكتبها في القانون للتوضيح أنها جزء من القانون ولكن أنت ممكن تفهم أنك أنت اشطبت 100% خلاص راح تقسم الناتق الموجود هنا على إيش على 100 فالعملية إيش راح تصير الحين العملية راح تصير معك أننا نحول الأطراف هذه جميعها للطرف الآخر إذن راح تكون 8 G على E N يساوي إيش 80 تقسيم 100 تمام ممكن بعضكم ضرب تبادلي بعضكم إلى آخر ممكن نقل بالآخر هي واضحة أن E N راح تساوي الحين راح تساوي معك لهي ضرب هنا في 8 إذن 8 أو 0 ممكن 0.8 ممكن نقيم ها أو 80 إلى آخر يعني المسألة صارت سهلة إذن لهي 100 ضرب 8 وآخر شيء يظهر معنا الناتج بالنسبة إليك هو يساوي 10 جول خلاص إذن إذن إحنا وجدنا إيش الحين وجدنا الطاقة الداخلة اللي هي اللي تمثل ال EG اللي تمثل هنا ال EG أنا وجدتها ولكن هو سؤال ليس سؤال على مسم على على جزئية ال EG لا هو سؤال على ارتفاع فإحنا عارفين أنه قانون القانون ال EG إيش يساوي يساوي M في الج في الدلت H M في الج في الدلت H إذن إيش رح يصير الحل رح يكون تعوض E أو أحيانا طبعا في الحادي عشر لا نستغرب للمعلومة فقط أنه في الحادي عشر ممكن نكتبها BE للمعلومة فقط BE أي potential energy ومعناها طاقة الوضع التثاقلية لكن نستخدم لأنه نلتزم بالرموز E التي هي E EG وتساوي M في الج في الدلت H وأنا أريد إيش الدلت H إذن رح أنقل M والج للطرف الآخر إذن رح يكون E G تقسيم M G و يساوي عشرة تقسيم له الكتلة وهي 0.5 مثل ما مذكر معك في الكتاب ضرب له 9.81 أو 9.8 وأحيانا ننتبه في الاختبار هو كانت بلك عشرة فتعوض مكانها بالعشرة وآخر شي رح يصبح عندك الناتج 2 متر هذا باختصار شديد وهو حل السؤال المتعلق بهذه الفكرة قد تكون فكرة شوية نوعا ما فيها صعوبة ولكن هي سهلة توقع تحديد الطاقة الداخلة والخارجة هي أهم نقطة أنت تبدأ فيها وبعدين تبدأ تفسر الأشياء التي بعدها تمام إذن إذا مرينا الحين اللي هو في درسنا أو قبل درسنا أريد نشتكشف حاجة معينة اللي هي وحدة قياس الكفاء هل هي الجول وحدة الطاقة الكلية طاقة بحكم أنها طاقة أيضا جول إذن جول ستذهب مع جول وبالتالي ما سيكون عندك هناك وحدة للكفاء وبالتالي نحسب أساسا النسبة إذن الجواب سيكون لدينا اللي هو يساوي اللي هو لا توجد وحدة لها نساوي باللون آخر إذن هذه الإجابة هي دال طيب نأتي للحديث عن بعض الآلات الشايعة ورح نأخذ اليوم الآلة الاحتراق الداخلي ورح نتعرف بإذن الله على بعض المصابيح وعلى بعض المولدات الكهرباء جميع اليوم سنتعرف عليها ولكن بعضكم قد يتسأل وش هي آلة الداخلي ممكن بعضنا لا يعرف الآلة الاحتراق الداخلي ولكن هذا من الدروس المحذوفة في هذه السنة ولكن مثل ما ذكرنا أن نطلع عليها ونتعرف فكرة العمل ونقرأ للمعلومة فقط فهذه آلة الاحتراق الداخلي هي موجودة في السيارات وبعض المكانات هي عبارة عن نسميه البستن يعني بالعامية أو سلندرات ثماني سلندر سبع سلندر سوري 6 سلندر 4 سلندر سيارة تتحرك كذا هذا المقصود بهذه الطريقة فهي على أساس نحن فقط نعرف إيش معنى أو آلة الاحتراق الداخلي تمام ولكن درسنا يتعلق بيفش بفكرة النسبة كم هي تمثل نسبة نسبتها يعني هنا تحفظ طبعا في المقام الأول نسبتها هي 20% خلاص إذن كفاءة آلة الاحتراق الداخلي 20% المطالب انت فيها بس كيف هذه 20% اللي كانت 100% افترضنا كيف راحت على 20% طيب احنا عارفين أو تعرفنا في الحصة أو الحلقة السابقة أن قزء من هذه الطاقة يذهب نتيجة وجود احتكاكات وإلى آخر على شكل طاقة ضائعة وهي تمثل طاقة الحرارية ولكن النسبة كبيرة جدا بين 20% وين تروح راح نتعرف من خلال الفقرة هذه يدرجك في الموضوع إلى أن يصل إلى أن أساسا يعني عملية تفكيك القزولين لهو الوقود 36% للتفكيك الروابط إلى آخر ومن ثم خروجه وتبريد السائل مثل ما موجود معك تمام ومن ثم 38% طبعا ومن ثم خروجه من العادم أو بالعامين ساميها القزوز طبعا إلى أن يصل إلى 20% إذا أنت حسبتها بالطريقة هذه طيب شاهد الفقرة هذه لأمامك وأنت الذاكر أنت لازم تستخدم أساليب في المذاكرة واحد من الأساليب ألا وهي اللي أمامك الآن وهي تمثل الخريطة الذهنية وأحيانا يسمون الخريطة المفاهيمية بالتالي تسهل عليك العملية الاستذكار المعلومات فلو كنت أنت دائما مع نهاية كل درس أو مع نهاية كل وحدة تسوي ملخص عام خلاص مع نهاية يعني تعود نفسك أنك مع نهاية كل فصل أثناء الدراسة ما أشرت في الاختبار مع نهاية كل فصل أنت تجهز لك الملخص لخاص أو في دفتر خاص أو في ورقة خاصة بعد عند بداية الاختبارات راح ترجع عليها راح تفيدك بشكل كبير جدا وتسهل عليك الوقت وتركز على المعلومات المهمة الموجودة طبعا مثل ما ذكرت هنا غاز يصبح حار بالنتقيقة ويتمدد دافع المكبس ورغم إزاحة المكبس اللي نهت الاستوانة تمدد الغاز بداخلها إلى آخر يبدأ عادي يذكرك أنه في عندك اللي هي الحرارة ومع حرارة ويبدأ اللي هو تفكك اللي هي الجزئات النجزة منها من الطاقة ذهب نتيجة تفكك الروابط الكيميائية الموجودة والتسخين ومن ثم الاحتكاك المسمى المحرك نفسه مع باقي الأجزاء إلى آخر هذا كله كله مع بعضها راح يأثر في كفاءة الآلة ويقلل منها تمام إذن هذا ما يتعلق بآلة الاحتراق الداخلي نأتي لقضية أو فكرة المصابيح الأنارة طبعا نفس النظام ربما درس معيود يعني كما نقول عادة من صف التاسع ولكن نوع من التوسع ونوع من المعلومات الكثيرة جدا ونفس النظام أيضا مثلا عسابي مثال في الفيزي عسابي مثال أنت الحين درست الصف العاشر وهي نظرية بور وخط المكونات الذرة وتطور الذري هذه الحين طلاب صف الثاني عشر يدرسوا الحين مرة ثانية ولكن الفارق هو فقط توسع المعلومات فبالتالي المعلومات اللي نحن نأخذها الحين في صف العاشر يا عزيزي الطالب نحن محتاجينهم تمام إذن مصابيح الأنارة خمسة بالمئة فقط من الطاقة الكهربائية تتحول في طاقة ضوية إذن الطاقة الداخلة من اللي هي الطاقة الكهربائية والطاقة الخارجية اللي هي الطاقة الضوية طيب والجزء الخمسة وتسعين يمثلك لهو طاقة ضائعة إذن طاقة ضائعة أو يطلق عليها المتبددة يطلق عليها ضائعة أو يطلق أحيانا عليها متبددة طبعا هو أعطاك مثالين للمصباحين اللي هو الفلورنست وأيضا اللي هو مصباح اللي هو الحراري أو توهج الحراري طبعا للمعلومة طبعا هذا كملخص أيضا آخر إنه خمسة بالمئة من الطاقة الكهربائية تتحول لطاقة كهربائية أي ضوائية وعلى أساس أن يكون مصباح عندك التواهج الحراري إذن أربط أنت خمسة بالمئة بالمصباح التواهج الحراري ومصباح الفلورنست اللي هو 20% يحول أيضا نفس النظام طاقة الكهربائية إلى طاقة ضوائية ولكن لو لاحظنا أو تساءلنا في المادة نحن دائما أو نسميها بالعامية اللمبة هذه إيش الموجود لداخلها السلك هذا إيش يمثل هذا السلك عبارة عن يسموه سلك التنقستن ويرمز له برمز الـ W وعدد الذري اللي هو 74 طبعا السلك هذا يتميز أنه ذو مقاومة عالية وأثناء مرور التيار يتم المقاومة التيار بشكل كبير وإضاءة المصباح بشكل كبير جدا طبعا أحد الأضرار اللي قد يسببها لكل المعلومة أنه ممكن يصير لإنفجار وهذا ملاحظ كان سابقا والآن قليل استخدامه طبعا حل مكان حل الفيرورينست وعساس أن يغطي مكان الكفاءة العالية وأيضا اللي هي السلامة بالنسبة للناس طيب إذن هذا مرة ثانية عندنا المصباح أضفت لهم لمصباح اللي هو الهالجين مصباح الهالجين أحد الأنواع طبعا التوهج الحراري نسبته 5% كما ذكرنا الهالجين 15% والفيرورينست طبعا كفاءته 20% طيب نأتي أيضا للحديث عن كفاءة المحركات في الأجهزة الكهربائية طبعا نفس النظام إذا أنت قلست تقرأ وإلى آخر الموضوع كله سهل ولكن فقط ألفت انتباهك لجهزئية معينة أنك ممكن أنت أثناء تحضيرك أو أثناء قراءتك أو أثناء تصيغ سؤال فمش من الأسئلة اللي ممكن أنا صيغة هنا ممكن أقول فسر أو كيف يمكن زيادة كفاءة الآلات كيف ممكن أنا أزيد كفاءة تحول الطاقة في الآلات أو كيف ممكن أزيد كفاءة تحول الطاقة من وإلى طبعا عندك عن طريق الاستخدام المناسب بطبيعة الحال يعني الشخص اللي عنده سيارة أو حاجة ما يستخدم باستخدام سيء بالعكس يحافظ عليها وبالتالي راح تكون كفاءتها أفضل أيضا الأجهزة الكمبيوترات الصيانة المحركات تمام سودي إلى توفير المال وتقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة فدائما فدائما أثناء قراءتنا نضع بعض الأسئلة قد تجد نفسك أن هذا السؤال بالضبط هو دخل معك في الاختبار فهذه أحد الميزات أنك عزيزة الطالب أثناء المذاكرة أو أثناء الاختبار نطرح على نفسنا أسئلة اختيارية أنا أمور في الأسئلة وممكن حتى أروح أسوى رسمات ما في أشكالية فهذا جزء من الإبداع أيضا في طرح الأسئلة تمام إذن ننتقل سريعا إلى كفاءة مولدات الطاقة الكهربائية وهنا سنتحدث إلى ثلاثة مولدات المولدات المعتمدة على حرق الفحم والمولدات المعتمدة على الطاقة النووية والمولدات التي يطلق عليها الهيدروليكية تمام دائما نجزء المصطلح إذا كان صعب حاول أنك تجزء يسهل عليك النطق وبالتالي يسهل عليك الحفظ مستحيل إذا كان ما قادر تنطق اللفظة بطريقة صحيحة ما رح تحفظ هذا تأكد 100% فتجزء هيدروليكية يعني معناته معتمدة على وجود ارتفاع وانخفاض على مستوى معين فبالتالي هذا رح نأخذها إن شاء الله طبعا المولدات المعتمدة على حرق الفحم والطاقة الكهربائية نسبتها طبعا مثل مواضح أمامك 30% بينما المولدات الهيدروليكية نسبتها أو نسبة كفاءتها 90% طبعا وين رح نفضل لهي طبيعي المولدات الهيدروليكية ليش رح نتعرف إن شاء الله خلال هذا الحص أو خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى مثل مواضح أمامك طبعا عندنا المولد المحطة الحرق حرق الفحم محطة نووية لتوليد الكهرباء ومحطة الهيدروليكية وواضح تماما إذا طرحت عليك سؤال أيهما صديق للبيعة طبيعة رح تقول إيش لهي المحطة الهيدروليكية لأنها لا قليل إنها تطلع غازات مثل غازة نكسيد الكربون والغازات التي تسبب إلى وجود احتباس حراري أو تسبب متلوث في البيعة وهذا ربما أيضا يرفع من كفاءتها كآلة طيب محطة اللي هي أو ممكن نقول هنا سؤال إيش من الأسئلة اللي ممكن أنا أربطها بالجزئية الموجودة هنا طبعا هذه كأن به يعني كأن يطلق أو كأن به يربط بإيش بآلة اللي هي الهيدروليكية أو المولد الهيدروليكي طبعا الشكل المقابل مثل شلال النقاط التي تعتبر فيها طاقة أو الماء أكبر طاقة وضع اللي هي هذه النقطة كما واضح أن إيش عندك ارتفاع عالي فإحنا عارفين من القانون إذن كيف استنتقل هذه العلاقة يكتب القانون فقط فإي جي تساوي وهذا كرمز بسيط مش كذب يارضية إي جي تمام كما ذكرنا إذن إيش رح يصير إم في الجي في الدلتا إتش تمام فالعلاقة طردية بين الارتفاع وبين اللي هو محصلة اللي هي طاقة الوضع بالنسبة لهذا الجانب إذن الجابة اللي هي ألف رح تمتلك طاقة طبعا أعلى من البقية في هذا الجانب تمام إذن محطة حرق الفهم إيش الخطوات الموجودة طبعا إحنا رح نجاوب اللي هو موجود معك اختبر فهمك في هذا الجزئية طبعا خطوات طبعا حرق الفهم في أفران خاصة لتحويل طاقة الكيميائية إلى طاقة أحرارية ليش حتى تعطينا طبعا هي الفكرة الأساسية أن أنا أوجد أو أن يكون عندي بخار هذا البخار يعمل على دوران التوربينات وإحنا عرفنا أن بعض التوربينات فيها مثل الزعانف وبالتالي تسمح مرور البخار ويعمل على دورانه هذا الدوران رح يأدي إلى دوران المولد الكهربائي الذي به مغناطيس وهذه طبعا ظاهرة إن شاء الله رح تدرسها في صف الثاني عشر للطلاب الفيزيي ويتم عملية قطع خطوط المجال المغناطيسي وبالتالي رح يتولد عندك تيار يطلق عليه تيار حثي في هذا الجانب فبالتالي نحن لا نمركز على طاقة الكهربائي بشكل كبير نمركز على المولد من حيث أنه يحول لطاقة كيميائية إلى طاقة حرارية تمام إذن هذه الحرارية تستخدم تسخين في مراجل خاصة وتحويل إلى بخار وتسليط البخار على زعانف التوربينية كما واضح أمامك وبالتالي رح يدور وبالتالي في الأخير رح يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية نحن دائما نقول أن المولد الكهربائي يقوم بتحويل الطاقة التي يسموها الميكانيكية أو الحركية بين قوسين إلى طاقة كهربائية هذا ما يخص بالمولد الكهربائي دائما المولد يحول لك طاقة الحركية أو الممكن نسميها الميكانيكية إلى طاقة كهربائية كيف تضيع الطاقة هذا هو السؤال المطروح كيف تضيع طاقة طبعا بعض الطاقة تضيع في تفكيك الروابط الكيميائية نفس فكرة الآلة الإحتراق الداخلي جزء من الطاقة الحركية يتحول إلى طاقة حرارية لأن أثناء الحركة والاحتكاك الآلة مع بعض البعض والمولد والتوربين سيئش بنص قزم الطاقة الحركية أيضا يتحول إلى طاقة حرارية كتكرار المعلومة هذه فقط إنما المشاكل البيئية إيش هي المشاكل البيئية التي ممكن طبعا تلوث الهواء الضوضاء تلوث المياه نتيجة القالفضلات والمصانع فيها طيب نمر إلى المحطة رقم باء وهي المحطة النووية ونحن عارفين أن لما يذكر لك محطة نووية معنات أن أقصى حاجة من ناحية المشاكل البيئية أو كثير من العلماء يفكرون فيها اللي هو التلوث لشعر لأنه خطير جدا وإستمرار لفترة طويلة جدا في ذلك ولكن ما هي الخطوات؟ هي تنشطر درات اليورانيوم وينما أخذينها؟ نرى عملية ربط في الدروس السابقة فإننا كأننا نقوم بعملية مذاكر وهي طاقة الوضع النووية لماذا؟ لأننا لدينا أربعة أنواع أخذناها في طاقة المرونية وأيضا عندي طاقة الكيميائية وعندنا طاقة الوضع النووية وعندنا طاقة الوضع التثاقلية وكان الشغل الشاغل على أساس أن طاقة الوضع التثاقلية بحكم علاقتها بطاقة الحركة الأثنين هذه لما تجمعهم مع بعضهم البعض ستسميهم طاقة ميكانيكية بحكم أنهم هذا يحول لهذا وهذا يحول لهذا مع وجود طبعا بعض الفقدان في مسألة الاحتكاك وإلى آخره وبالتالي يروح على شكل طاقة حرارية هذه الخطوات لأمامك تنشطر طبعا درات اليورانيوم وبالتالي ستولد عندك طاقة حرارية الحرارية ستستخدم في مسألة تبخير الماء الموجود في المراقل التي بدورها تتبخر وتدير الزعان في التوربينية وأهلهم مجراء طبعا وبالتالي المحصلة الأخيرة بالنسبة للمولد الكهرباي لأن الهم الوحيد وهو المولد الكهربائي الموجود معك أن يعطينا لهي طاقة كهربائية تمام؟ إذن كيف يضياء؟ قزة من الطاقة النووية يتحول إلى طاقة حركية للذرات الناتقة من الانشطار أيضا قزة من الطاقة الحرارية تحول إلى طاقة حركية لقزة من البخار أيضا قزة من الطاقة الحركية للبخار يتحول هذه جميعها ضياء للطاقة أو قزة للطاقة المتبددة طبعا مثل ما ذكرنا المشاكل البيئية المتعلقة بالتلوث الإشعاعي نأتي للمحطة الهدروليكية وهي طبعا أليفة للبيئة صديقة للبيئة لا يوجد غازات ولكن هي مشروطة بعدة شروط ونحن نتحدث عنها خطواتها طبعا تسقط المياه من ارتفاع معين من سطح الأرض على التوربينات إذن تحول الطاقة التثاقلية أو طاقة الوضع التثاقلية إلى طاقة حركية وفتدير التوربينات التي بدورها تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية فلو ذلك سؤال تتبع تحول الطاقة من المحطة الهدروليكية إلى المنزل إذن راح ممكن نقول أن المحطة عندنا طاقة تثاقلية طاقة وضع تثاقلية ثم إلى طاقة حركية عدت لحركة التوربين الموجود هنا وبالتالي حركة المولد الكهربائي مثل ما ذكرت وبالتالي تحاولت إلى طاقة كهربائية التي تصل إلى المنزل كيف يمكن ضياع هذا الطاقة؟ جزء منها طاقة الوضع التثاقلية من الماء يتحول إلى طاقة حركية في التوربينات فجزء منها يروح جزء من الطاقة الحركية التي يتحول إلى طاقة حرارية نتيجة وجود الاحتكاك فبالتالي هذه حصلت على النسبة الأكبر بحكم أن ضياع الطاقة التي تمثل مش 95% باللغة التي هي 90% إذن نسبتها لهي 90% فأحد الأسسلة ممكن أن نتقيك طبعا هي ممكن تلوث المياه ممكن تسبب فيضانات حتى وممكن أيضا إحنا نأخذ الفكرة البسيطة هذه أيضا موجود معنا طبعا لهو سد ودي ضيقة نفس الفكرة ممكن أن نأخذها ولكن هذه مشروطة بوجود أمطار بوجود أيضا ارتفاع مناسب جدا أيضا يعني عدة شروط جدا عساس أن تتوفر عندنا مولدات مثل الموجودة هذه يعني استمرار سقوط الماء بيوميا أو وجود شلال معين وجود أنهار معينة هذه تعطيك الإمكانية في أنك تستخدم مولدات الهدروليكية ناتي كيفية قزية الأسئلة طبعا لأمامك أول ما يقيك سؤال مثل هذا طبعا طبعا قال لك تقهت بعض الدول للبحث عن مصادر بديلة الوقود الحفوري للحصول على طاقة طبعا مثل ما عارفين أن الوقود الحفوري طاقة ناظبة يعني طاقة غير متجددة فبالتالي لا بد أنها يوم من الأيام أن تختفي فبالتالي لا بد وجود بديل لذلك فالطاقة النووية بحكم أنه ممكن يعني كجرامات بسيطة أو كيلو جرامات بسيطة ستعطيك طاقة مغذية جدا أكبر بكثير من الطاقة الموجودة في المولد الحفوري ولكن سؤالنا السؤال مطروع على المولد الكهربائي انتبه هو يسأل عن المولد الكهربائي إيش وظيفته ما دوره دوره كالتالي طبعا هو يقوم بتحويل الطاقة من شكل آخر ولكن الإجابة اللي أدق تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية أو ممكن تقول طاقة حركية بدلا لا تقول ميكانيكية أيضا حركية بسبب حركة الملف داخل المولد الكهربائي وقطع الخطوط المجال المغناطيسي كما ذكرت ستولد عندك تهيار إذن جاوبنا على الجزية اللي هي رقم واحد فسر وضع الوقود النووي داخل غرفة محكمة لغلاقك مثل ما واضح أمامك مبنى المفاعل نووي هكذا الاحتواء يعني في مكان ممنوع أن تتسرب فيه اللي هي الوقود النووي ذلك لمنع تسرب المواد المشتعة وهذه أحد السلبيات الموجودة في الطاقة النووية أيضا ذكر اذكر نوعي من أنواع المحطات البديلة لإنتاج الطاقة يعني غير اللي هو ذكر لك المثال المفاعل نووي إيش ممكن الأشياء اللي ممكن نذكرها أيضا ممكن نذكر اللي هي يعني عسابي مثال طاقة الوقود الحفور مثل ما موجود لكن الطاقة الشمسية وطاقة الهدروليكية مثل ما ذكرنا وطاقة إيش الرياح تمام فأنت تكتفي فقط بذكر اثنين فأيضا مثل ما ذكرنا الطاقة الهدروليكية أيضا طاقة الرياح أيضا مشروطة بوجود مساحات شاسعة جدا مساحات واسعة تسمح بدوران اللي هو الطواحين هذا أو دوران هذه الأجنحة وبالتالي يعمل على حركة الملف الداخل المولد كهرباي وبالتالي راح يش يولد لنا تيار كهرباي في هذا الجانب ناخذ سؤال آخر يتعلق أيضا من نفس الشكل راح يتعلق أيش بالمحطة الهدروليكية وتلاحظ أن الأشكال ما نفس الأشكال الموجودة في الكتاب لا الأشكال بسيطة جدا ولكن مرتبطة بالفكرتها مرتبطة بالأشكال اللي احنا الحين ناقشناها طبعا إيش اسمه هذا المحطة عارفينه طعم تمام ممتازين محطة المائية وهي المحطة الهدروليكية السؤال الثاني فسر يصمم التربين بشكل مخروطي وين ما اخذينا طبعا هذا ما اخذينا إحنا في تطور الآلات البخارية وطبعا أنتو اختبرتوا فيه اسوال قصير فبالتالي ما راح يكون داخل في الاختبار ولكن ما يمنع أن احنا ناخذها كمعلومة وخلاص نثبت عليه فليش يصمموا على شكل مخروطي طبعا لقابة لتقليل ضغط الماء تدريقين أثناء انتقاله بين الزعانف السوال رقم ثلاثة اذكر اثنين من التحديات التي تعيق استخدام هذا النوع من المحطات هذه من الأسئلة عزيز الطالب قد تكون ما مذكورة في الكتاب قد يكون معلمة صلحة إليك ولكن أنت نسيتها ولكن أيضا قد يكون ربما نسيت لكن من الأشياء التي تخليك تفكر وتعطي الإجابة الصحيحة ما من التحديات طبعا ذكرناها ندرة ونقصان الأمطار تمام أيضا يودي بناء السدود إلى فيضانات وهذه ذكرناها هذا النقطين وتهديد الكائنات الحية وبالتالي يسبب إلى يعني إذا صار انفجار فقعة أو صار زيادة في الأمطار وأدى إلى انفجار هذا السل وبالتالي رح يعرض حياة الناس وحياة الكائنات الحية إلى خطر طبعا في هذا الجانب إذن اختصرنا لهو موضوع بعض الآلات الشائعة اللي استخدام وكفاءتها ننتقل للموضوع الآخر الذي يتحدث التحول في تحول الطاقة في الكائنات الحية لو تلاحظ أمامك رسمة وشجرة طبعا أول ما تشوف الشكل هذا الأمامك وشمس إلى آخر أو ورقة أكيد رح تتذكر لهي أيش التمثيل الضوي كثيرا احنا أخذنا معلومات من الصفوف الخامس ويمكن حتى الرابع وإحنا طالعين والتمثيل الضوي والتمثيل الضوي إلى آخر وأن النبات يتميز أيضا بصناعة غذاء بنفسه ولكن أنت الحين بدورك أنك تكون معادلة بدورك القائمة في صف الحادي عشر والثاني عشر على المستويين البحثة أو التطبيقية أنك كيف ممكن تكون معادلة كيميائية الموضوع سهل جدا أنت تشوف الأشياء المكونة أو ممكن أنها تدخل في المتفاعلات والنواتي التي ستحصل من هذه المعادلة أو من هذه التفاعل عموما للمعلومة فقط الشمس تعتبر المصدر الأساسي للطاقة على وجه الأرض طبعا بدون شمس تخيل نفسك أنه سبحان الله بدون شمس ودائما هذا الخيال العلمي يقودنا إلى حلول كثيرة طبعا ولكن عاد ما تتخيل أن الدنيا بدون شمس عاد لكن لو تخيلنا ستندثر الحياة على سطح الأرض فسبحان الله يجب التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الحين سنكتب المعادلة لو تلاحظ أن السهم اللي داخل هو ضوء الشمس ويمثل طاقة ضوئية وعندك اللي هو أكسيجين أو ثاني أكسيد الكربون فنوعا ما ربما البخار الماء يكون إيدا الداخل أو ممكن ما كتبخر لكن ندخل ممكن هو يستغل جزء من الماء في عملية تمثيل الضوء فالمعادلة ستبدأ C O O 2 إذن أنا محتاج ثاني أكسيد الكربون في نفس الوقت أيضا النباتة رأي تنفس الأكسيجين ولكن هو يستخدم ثاني أكسيد كربون ليصنع الغذاء على شكل جليكوز أيضا محتاج إلى وجود الماء H 2 O ومحتاج إلى وجود ضوء الشمس شوف إذا كتبت أي طاقة مع المتفاعلة إذن هي طاقة أيش أو تفاعل ماص للحرارة شوف الآن رقعنا نستذكر بعض الدروس اللي احنا خذنا عندنا تفاعلين ماص وطارد للحرارة فهذا أي طاقة تكتبها مع المتفاعلة إذن هو يعتبر أيش أيضا ماص للحرارة فالضوء صار موجود في المتفاعلات فيعتبر هذا التفاعل تفاعل أيضا ماص للحرارة ولكن الحين إيش النواتق اللي راح يعطينا راح يعطيك ثمار طبعا الثمار على شكل إيش ممكن سكر وحادي يطلق عليه القليكوز سي ستة إتش تولف طبعا ويعدنا أو يكون ستة زايد أو وجود الماء أحيانا يداخل الماء في المعادلة ولكن احنا تركيزنا على هذه الأربعة الأشياء أو هذه الأشياء الأربعة ولكن لازم تركيز معي أن المعادلة لم يتوضح أن المعادلة لم يتوضح كيف نوضح هذه صعبة لا لم يتوضح ركز معي هي لم يتوضح لكن أول تركيز على الذرة الوحيدة التي دخلت في التفاعل وخرجت بعد أيضا بروحها لا بمعنى أنها موجودة بذرات لا كجزة ليس موجودة مثل الأو الأو متوزع تحصل هنا أو وتحصل هنا أو لا خلاص تركها لو ركز على السي ودائما ركز على الشيء المختلف عن السي وعن الأش وعن الأو فعندك السي هنا في هذه الجزة هنا عندك واحد والسي هنا ستة أنت طبيعي ستضيف هنا ستة خلاص ما في مقالة غير فيها خلاص طيب الـ H تلاحظني 12 أو 12 ستضيف أيضا ستة إذن خلاص انتهت سالفة السي وانتهت سالفة H اللي هو الهدرقين بقى من عدنة الإشكالية في الهدرقين سهلة ستة في اثنين لازم أضرب ستة في اثنين اه ستة في اثنين ايش يطلع لك اثناش تمام ستة في هذه الواحد طبعا ما يكتب لكن واحد لا نسى انه نضرب فبالتالي رح يعطيك ستة لما تجمع الاثنين هذه مع بعضهم البعض رح يعطوك 18 انتبه معي عملية الوزن ما لشغل في الذرات أو على الذرات يعني ما اروح اغير CO2 وغير 2 هذه لا غلط ما اروح اغير القزية هذه لا فبالتالي لابد اني اغير اللي امام لهو يسموه الكونفشنس او يطلق عليه اللي هي عدد المولات اللي هي عدد المعاملات اللي هي المولات هذا اخذناها طبعا في عملية الوزن عموما فبالتالي بقت عندي الO هنا ايضا نفس العملية عندي الO 2 وهنا 6 اذا ظهر معي 6 زائد 2 وراح يطلع معي اللي هو 8 اذا وين راح تكون الاضافة بالنسبة للو للطرف الانقص اللي هو جهات اليمين طيب الحين احنا ذكرنا ان هذه صعب انه اغير السيل لانها خلاص صارت 6 فممكن انه اتحكم في من اللي هي في الO كيف ممكن اتحكم استاذ انت عندي خلاص ثبت انت عندك 6 في ذات الطرف خلاص انت ثبت حلو حاول انك توصل 18 ممكن تحط رقم حطه بدأ 2 2 2 2 4 4 6 10 لا ما هي لا شوية روح ابعيد 5 5 2 10 10 16 16 وصلت 6 6 2 12 6 18 اذا هذا هي الوزن طيب السهل عليك المعلومة اكثر فاكثر وش تلاحظ انا ضفت 6 6 6 اذا خلاص اذا لما ايك عملية المعادلة التمثيل الضوي على طول ضيب 6 6 6 وانتهى الموضوع اذا هذه طريقة استنتاجك وتثبيتك للمعلومة بطريقة سلسة وجميلة ناخذ المعلومة اخرى معادلة التمثيل الضوي هي عكس تماما معادلة التنفس احنا قلنا على هذه انهيش معادلة تفاعل ماص لانهيش ياخذ ضوء اللي هو ضوء الشمس تمام معادلة التنفس انت اكل طعام تريد الطعام ينهضم اذا لازم تصير عملية اكسيجين نتنفس الاكسيجين ونخرج ايش اكسيد الكربون زفير واشهيق وين خضيناها في القهاز التنفسي طبعا اختبرنا فيه وخلاص ما داخل الاختبار شوف كيف عملية ربط المعلومات عندك انت سكر جلوكوز في هذا الطرف يبدأ يتفاعل مع الاكسيجين كأن قلبت تي بي وين مرة ايوة درس العضلات اي تي بي اديوسين ثلاثي الفوسفات اذا هذا الطاقة اذا هذا الطاقة التي تخزن في العضلات هذا الطاقة تمام والبعض يستغل مباشرة وبعض يخزن على شكل العضلات طبعا ما اخذينا هذا هذه الطاقة ظهرت وين معك في المواد الناتجة فبالتالي اطلق عليها ايش اطلق علي تفاعل طارد للحرارة تمام اذا نمر سريعا في مسألة على اساس الوقت نمر سريعا الى كفاءة تحول الطاقة وهنا ليس الحديث كثير او نتحدث كثير انما يقولك ان الخلايا الحقيقة تعمل بكفاءة 38% وانا ذكرت هذه المعادلة بالضبط وحبيت توضحها بشكل اكبر ولكن ماذا يحدث بالنسبة لكفاءة التحول في عملية تمثيل الضوي ان 38% جزء من الطاقة فقط الكفاءة تصل الى 26% فبالتالي جزء من الطاقة اللي تمثل 12% او يروح على شكل طاقة ضائعة بالنسبة للعملية هذه فقط هذه النقطة اللي نحن ممكن نركز عليها في مسألة تحول الطاقة بالكانت الحية ولكن لا ننسى ان نربط الجزيات مع بعضها البعض طيب الأسئلة الموجودة في نهاية الفصل هذا بعض الأسئلة طبعا السوء الأول تبلغ كفاءة آلة الاحتراق الداخلي شايف كيف يعني من دون عملية استنتاج فقط أنك حافظ الإجابة وعارف الإجابة ودرستها وخلاص إذن 20% هي تمثل كفاءة آلة احتراق الداخلي أيضا تبلغ كفاءة المولدات الكهربائية التالية التسعين طبعا نحن عارفين التسعين مع من ربطناها معيش مع الهدروليكية إذن هذه الإجابة هنا هذا السؤال المهم هذا السؤال المهم جدا فسر ما يلي لماذا لا يمكن صنع آلة ذات كفاءة مئة المئة لأن عملية تحويل الطاقة وعملية نقلها دائما ينجم عنه فقدان الطاقة على شكل طاقة حرارية نأتي لبعض الأفكار للأسئلة سنأخذ هذا السؤال في هذا الجانب رامي سهام يبدل قوة قدرها 175 نيوتن على قوسه لمسافة 0.62% لكي يمط الحبل المرن وقد تم اختزان طاقة الوضع المرنة إذن هو يستخدم طاقة وضع اختزان طاقة الوضع المرنة وعندما حرر رامي سهام كتلته إذن أعطانا الكتلة التي تمثل M وأيضا أعطاني السرعة التي هي V احسب كفاءة تحول الطاقة الوضع المرنية إلى حركة عندها قدر في السهام فبالتالي هذه المسافة التي أخذها هذه المسافة هذه كامل تمثل 0.62% طيب استخدم قوة تمام إذن أنا أول حاجة لازم أحدد أنه عندي طاقة داخلة وهي E N تمثل E G إذن هذه هي الطاقة إيش الداخلة طبعا E G ما عندي البيانات ارتفاع ما ارتفاع عندي حاجة تشابه ها لأنها تساوي W W تساوي F في D طيب هو عطني F أي و عطنك لهي كم تساوي 100 و 75 ضرب إيش لهو 0.62 تمام كم راح يصغل عند الناتق طبعا الناتق راح يكون معك يساوي 108.2 جول لا ننسى الوحدة لا ننسى الوحدة دائما طيب هذا ال E N طيب راح نروح على E Out هي الطاقة الخارجة اللي خرج طبعا سامت طاقة حركية خلاص تحرك فإيش راح تساوي راح تساوي ال E K تمام أو في 11 K E يخذوها تمام إيش راح تصير راح تصير نص M V تربيع تعويض مباشر 0.065 كيلو جرام في إيش في اللي هو 49 تربيع لان 6 تربيع نضع للجزية طبعا راح نجد أنه يساوي اللي هو 78 اللي هو جول خلاص إذن أنا وفرت اللي هو يبحث عن من عن الكفاءة فأنا خلاص قهز الطاقة الداخلة وطاقة الخارجة فبالتالي راح يكون القانون الكفاءة تساوي E OUT على EN ضرب 100 بالمئة أو ممكن أكتب الطاقة الخارجة المفيدة على الطاقة الداخلة المفيدة ما في إشكالية كما ذكرت وعملية تعويض مباشر للناتج راح تكتب له دائما الخارج أقل من الداخلة أو ممكن أن تساويه ببعض الأسئلة إذا كان السؤال مثالي فرح تصبح الناتج 72% إذن هذا النسبة وقلنا إنما لها وحدة طبعا لبحكم أن حذفنا وحدة الجول مع الجول راح تروح مع بعضها البعض وبالتالي هذا حل السؤال بطريقة سلسة وجميلة جدا دائما شكل السؤال لا يستصعب والأفكار نحاول نبدأ نحل أول ما نبدأ نحل بطريقة والمعطيات ذكر المعطيات راح يكون العمر جدا سهل بالنسبة لهذا الجانب فملخصا لدرسنا لهذا اليوم الذي تحدثنا عنه هو أن القانون لا بد أن ندرسه بطريقة قيدة عملية التحويل فيه أيضا مهمة جدا لا يطلب منك الكفاءة دائما أو مثل هذا السؤال لا يمكن أن يكون أحيانا التعويض مباشر مئة بالمئة أيضا ربط القانون نفسه كقانون والمفهوم ونص المفهوم مع بعض البعض أيضا لما يذكر لك سؤال في الاختبار لما يقول لك اذكر نص القانون كذا كذا ما يذكر يعني يقصد في معنى أنك تكتب القانون خلاص لا تذكر نص القانون يعني كمفردات وكنص نثري في هذا أو كفقرة أنت تكتب عنها طبعا تعرفنا على أن في بعض الآلات كفاءتها قد تكون نحن نعتبرها كبيرة جدا بينما هي تعتبرنا قليلة وهي مثل آلة الاحتراق الداخلي مثل التساوي التي هي 20% أيضا المصابيح أيضا تعرفنا على بعض المولدات الكهربائية المولد الذي هو طاقة أو شغال على الفحم المولد الذي يعمل أيضا بطاقة نووية ونسبة أو كفاءتهم 39% أيضا تعرفنا على المولد جديد طبعا الذي هو المولد الهدرولويكي ليس جديد جديد أن نتعرف عليه لكن ليس بجديد الذي نسبته 99% ومشروط بوجود ظروف معينة في بلد معينة أو منطقة معينة وأخيرا تعرفنا أيضا أن يوجد تحول في الطاقة في الكائنات الحية واخذنا مثال على ذلك اللي هو النبات تمنياتي لكم أيضا بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله أن نكون قد قدمنا ما هو مفيد وما هو مرجو منا بإذن الله تعالى مسهلين لكم عام دراسي كان استثنائي ولكن نحمد الله ونشكرا إلى لقاء بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا